أهلا بكم مشاهدين فيما يتعلق طبعا بتطور الأداء في الأسواق الأسوية تبعا للتطورات أيضا الشرائية أو عودة الارتفاعات على أسواق السلع خاصة بالنسبة للنفط بعد المستويات التاريخية التي تراجع ضمنها النفط في الجلسة السابقة كيف تتصرف آسيا في هذه المرحلة وكسر الشانكاي لمنطقة الثلاثة آلاف نقطة معنا السيد علي حمودي الرئيس التنفيذي لشركة أداء للخدمات المالية مرحبا بك سيد علي أهلا بك لنعلق بداية على هذه التصرفات في الأسواق اليابانية تحديدا ارتفاعات عند بدء جلسة تداولات محاولة ربما التماسك كم أثر أيضا تصريح بنك اليابان المركزي بأنه ربما سيمدد برنامج التيسير الكمي في إضعاف أليان وتقوية الأسواق ومن ثم عودتها للتراجع نعم يعني من الواضح ما زالت الهلع والخوف مهيما على تصرفات المستثمرين بسحب ربما استثماراتهم خاصة من البورصات الأسيوية ما رأيناه اليوم أيضا في شانكاي وما زلنا نراه دلالة على ذلك في رأي مبالغ فيها بعض الشيء نعم هناك تباطع فيها الصين وهذا شيء ليس بالجديد يعني كنا هذا نتكلم عنه خلال السنة الماضية منذ قبل 2015 نتكلم عن دخول الصين في مرحلة جديدة في هذه الدورة الاقتصادية حيث ابتدأ ينضج هذا الاقتصاد وسوف بالطبيعي يعتمد على الاستهلاك المحلي والداخلي أكثر من اعتماده على التصدير وقلت اعتماده على التصدير هذا ما أتت به المؤشرات السابقة وهو انخفاض المؤشرات الصناعية شهرا تلوى الآخر ولكن يعني بانخفاض معتلة للنمو بعشرين والثلاثة عشر نقطة مئوية حقيقة لا يبرر هذه الموجة ما زلت أراها خوف وهلع وبيع قطيع من المستثمرين اللي ربما تكلمنا عنها قبل الهواء أنه أغلبهم خاصة في الصين يفتقدون إلى الخبرة لماذا تساندهم؟ لماذا تساند الحكومة السوق الصينية؟ باعتبار أن تداولاتها أو باعتبار أن تعرضها للاستثمار الأجنبي جدا محدود الأقل في العالم وهل هناك مخاوف ربما اجتماعية سياسية تريد أن تساند هذه الشريحة وتحافظ على أموالها؟ والتدخلات كانت متتابعة لأن الأنظار تجهت نحو أن صناع القرار ماذا أنتم فاعلون؟ خاصة أن تدخلت الصين لا ننسى أنه اللي ابتدى هذه الدوامة هي تدخل بنك الشعب الصيني في إضعاف اليوان لتشجيع الصادرات وتشجيع الاقتصاد بعض الشيء وهذا أصلا حتى صندوق النقد الدولي رحب به لأنه إذا فعلا الصين تصب أن تكون من الاقتصاديات المتقدمة وعملتها عملة احتياطية لدى كثير من البلوك المركزية عليها أن تحرر هذه السياسة بالنسبة لقيمة اليوان وعلى السوق هو الذي يحق فيعني ألها سابقات أنها تدخلت أما تحاول أن تزرع الثقة مرة ثانية ليس بالشيء لنعيبة خاصة إذا فعلا صناديق بالنسبة للتقاعد سوف تستثمر لكن هذه الصناديق هي أصلا نظرتها متوسطة إلى طويلة وهذا ما يحتاجه الأسواق يريد كل الأسواق الناشية حتى منطقتنا نرى هذا الاتجاه للاستثمار من الصناديق السيادية في الأسواق المحلية نعم لي نرى كيف سيكون تأثير مثل هذه الخطوات ربما لاحقا من الصعب تحديد أثرها في هذه المرحلة القصيرة نذهب إلى فاصل قصير ونعرج أيضا على الأسواق الأوروبية هناك أيضا مشهد متباين حسب ما تبدي العقود الآجلة في أوروبا في ما بين ارتفاع إلى تراجع لنرى الافتتاحية بعد الفاصل إذن اخترار أيضا بعض السلع وأيضا التراجع الذي نرى حاليا على اليورو يشير إلى نوع من الارتفاعات بالنسبة للمؤشرات الأوروبية طبعا الداكس هذه أرقامه بالأمس عادة ما تتأخر البيانات لتستحدث بالنسبة للداكس الألماني ولكن مؤشر كاكرانت الفرنسي يشير إلى ارتفاعات وارتفاعات قوية بـ 2.2 في ألمية يعني تقريبا نفس المشهد يتكرر عند افتتاحية المؤشرات اليابانية هل أيضا سوف تتكرر التصرفات التي اشتاحت هذه الأسواق عند الإغلاق لنرى كيف ستتطور أيضا الأوضاع فيما يتعلق ببقية المؤشرات الأوروبية إذا كان بإمكاننا أن نرى أن هناك تراجع على مستوى المؤشر السويسري بـ 3.7 في المئة مؤشر أثناء لا نعلم إن كانت هذه الأرقام إذن يبدو أن الأرقام أثناء أيضا تشير إلى تأخر ولكن هناك إذن تراجعات كانت قاسية بالنسبة للمؤشر في أثناء حتى على مستوى المؤشرات الروسية تشير أيضا إلى ارتفاعات تبعا لارتفاعات التي نراها حاليا على مؤشرات النفط لكن مؤشر للنرويج أيضا يشير إلى ارتفاعات محدودة بـ 0.3 في المئة إذن هذا بالنسبة لتطورات الأداء بالنسبة للمؤشرات الأوروبية فقط نعرج على اليورو يعني إن كان اليورو طبعا عليه أن ينخفض قليلا ولكنه عند مستويات قياسية أمام الدولار إلى دولار وخمسة عشر سنتا هذا الانخفاض إلى حد ما يعطي هذا الانطباع لأن الأسواق الأسوم لتلجأ لبعض الارتفاعات وأيضا كما نرى على مستوى الين بعد تصريحات المركزية اليابانية بأن هناك أيضا بعض التراجع في الين إلى حدود المئة وتسعة عشر ينا لكل دولار نعود إليك سيد علي مع هذه التطورات التي نراها دعنا على سوق العملات لأن الحرب بدأت من هنا والحرب يعني وواضح أنه دراكلا يكون سعيدا عندما يرى اليورو في هذه القفزات المتلاحقة هل برأيك سوف يستدعي منه تصريح من المركز الأوروبي ربما لخفض اليورو أو ربما يمدد برنامجه للتيسير الكمي؟ يعني خلنا يمدي من آخر ما تفضلت به برنامج التيسير الكمي مستمر لغاية سنة من الآن فربما يؤكد على هذا البرنامج وربما يلمح أنه إذا اقتضى الأمر سوف يمدد هذا أتوقع في الوقت الحالي الذي سوف يقوم بذكره لأنه لا يريد أن يدخل كبنك مركزي في خضام هذا ما نراه من هذا التخبط في الأسواق يعني هو لا يريد أن يبتعد توقع بعض الشيء وإنما يؤكد على السياسة التي هي أصلا سياسة تسهيلية المفروض تساعد اليورو على هذا الانخفاض ولكن هي ليست قوة يورو في الحقيقة وإنما بعض الضعف في الدولار وأنا شخصيا أحط اللوم على سياسة البنك المركزي الأمريكي على الفدرالي الأمريكي الذي زاد من هذا التخبط لو تذكرين ذكرنا كذا مرة أنه منذ أن انتهى من عملية التيسيل الكمي يلمح بأنه سوف يتم رفع الفائدة وهذا زهزع كما كان تصريحه بأنه سوف يبدي بإنهاء التيسيل الكمي ولكن عندما ابتدأ به الأسواق استقرت فعدم فريي إما أن يصرح بتصريح واضح بأنه ليس الوقت مناسب على المدى المنظور على الأقل بأنه نقوم بتغيير السياسة النقدية ورفعها أو يتم برفعها وأتفق مع الذين قالوا أنه الفرصة برفع الفائدة يعني لو كان رفعها في شهر ستة كانت الأسواق تعدد هذه المرحلة ونقطة من مصدر القلق أخرجناها من الأسواق وركزنا ربما عن تباطؤ الصين وما غيرها الآن الأسواق عليها أن تتفاعل مع نقطتين من القلق تغيير فيها السياسة النقدية يا جماعة هترفع الفائدة أم لا؟ برأيك هل فعلا واضح أنه بدأنا نرجح بدأت تتداول التوقعات أننا قد نذهب إلى موعد جديد مارس 2016 هل برأيك ابتعدنا عن السبتمبر؟ هذا سيزيد من عدم اليقين وحيزيد أيضا من وشنو اللي وضعنا في هذه المشكلة اللي هي ربما الآن نرى كوريكشن في الداو جونز والأس ام بي لأنه ربما جزء كبير من هذه الأسهم ما هي السيولة الرخيصة السياسة الفدرالي التي تبعها خلال السنين الماضية لم تذهب حقيقة للريل إيكونامي وإنما استفادت منها الانستيوشنز واستمادت منها فهو الفدرالي أنا في رأيي أحد الأسباب المسببة لهذا فشي طبيعي أن نرى كوريكشن في الداو جونز بعدما استمرار هذه الفترة الطويلة من الشيبوني الذي أين يذهب به البنوك لا تحقق عوالي فيحطوه في الأسهم حتى لو كانت بلو الفير فاليو ويبدو ما حدث في أمريكا وحتى رأينا مشاهد منه من التضخم الذي جاء في الأسواق المالية الأخرى لأن الجميع يريد أن يحفز مستويات النمو ويضعف العملة ولدينا هناك إجبار واضح أن سياسات نقدية مجبرة لأن تضعف عملاتها الأسواق الناشئة واضح أنها لتدهور مشهد غريب يشنق العالم والأسواق الناشئة كانت تتحمل مستويات النمو عندما ضعفت الأسواق المتقدمة حتى الارتفاع في الأسهم الناشئة إذا كان شنكهاي وغيرها أيضا سببها السيولة الرخيصة التي حاجرت من الغرب إلى الشرق فنرجع ونقول شغل المفروض نسمع عنها السياسة التي من أيام جرينسبان طلعت فيها أن البنك المركزي يعطينا إشارات ودلالات على سياسته المستقبلية المفروض تزرع ثقة في الأسواق وتعمل استابلتي وليس العكس وهذا ما رأيناه أن هذا التخبط في السياسة النقدية عندك المنتس تطلع معرفة ما تقول بعدين يطلع وراها بيومين أحد أعضاء المجلس الفيدرالي يصرح بشيء ثاني لست اليوم أيضا أو أمس كان تصريح من أحد أعضاء الفيدرالي الذي يرجح أيضا أنه ممكن ترتفع الفائدة إما في سبتمبر أو ديسمبر فيعني هذا التخبط لا يساعد في خضم هذه العدم اليقين في الأسواق خلينا كمان سيد علي فيما يتعلق بالآي أم إف حتى تصريحات الآي أم إف كنا نلاحظها أنها سباقة عندما كانت كريستين لاغارد نصحت قالت أنا أنصح صديقتي ووجهت الكلام لجانيت يالين بأن عليها أن تتريث برفع مستويات الفائدة ونتمنى أن تكون في مارس أو في بداية عام 2016 حتى لا ننسى كريستين لاغارد عندما حذرت الدول الخليجية بأن عليها أن تتخلى عن بعض سياسات الدعم أن هناك مستويات من العجز عندما كانت الأمور في أوجها هل برأي أم إف يسبق كل هذه التطورات ما الذي يجعله سباق في عمليات التوقعات وواضح أن معظم التوقعات هي سلبية وحتى أيضا تحذيرها بالنسبة للديون اليونانية في الفترة الأخيرة معروف كما ذكرت في داية اللقاء أنه الكل يعلم أن الصين سنتجها إلى تباطؤ في النمو ما يعني تباطؤ في النمو معناتها أنه انخفاض كبير في المواد الخام والسلع لكن الصين قالت أنه عندي 7% هل لا تثق الأسواق يعني السبعة في المائة هي مخت يعني الأسواق تقرأها بأرقام أقل لأن الصين هي كانت ركزت يعني عندما يقولون تباطؤ بالنمو بقيت 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 7% يمكن في النهاية لا أحد يعلم فعلا الرقم الحقيقي أو الصادق للنمو في الصين ولكن لا نسى هذا اقتصاد يعني واعد يعني وعدين في النهاية كم من المليار و300 مليون صيني حاطت فلوس في الأسهم يعني أيضا هبوط الشانكهاي لا يمثل صورة حقيقية لإقتصاد دولة مثل الأصين ولكن هذه المخافة هذه الحلقة المفرقة التي دخلنا بها الأسواق الناشئة أثرت لأن مخافة وخاصة هناك الأسواق الناشئة تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام للصين شريان الحياة يعتبر بالنسبة لها لهذا رأينا انهيار للرنغت الماليزي وللعملة في جنوب أفريقيا وأيضا روسيا هذر ثلاث دول بالبريكس خاصة يعتمدون بشكل كبير على الصين بصادراتها ولذلك أيضا رأينا هذه الانهيارات في السوق السرع وأهمها النفط نعم وواضح حتى كانت هناك كثير من الأرقام الملفتة بالصين عندما كان تجاوز ربما عدد الحسابات نتحدث بالألاف كان يفتح شهريا بالنسبة للسوق الصينية وإضافة إلى تجاوز عدد أعضاء الحزب الحاكم أو الحزب الشيوعي الصيني المتداولي تجاوز ويبدو أن انسحبوا يعني نعود ربما للتوازن في مثل هذا الأمر هل برأيك الطبقة الوسطى الصينية هي تتراجع حاليا تتراجع مستويات نموها خصوصا ما لاحظناه بالنسبة لأسهم السلع الفاخرة أنتظر منك هذه الإجابة لك مضطرين أن نذهب إلى فاصل قصير لنرى كيف تتحرك المؤشرات الخليجية مع مراسلين من هذه الأسواق من قطر مع حفيظة وإضافة لأنجي الحكيم من سوق دبي بعد الفاصل إذن لنعد مشددان إلى التطورات في الأسواق العالمية على مستوى سوق السلع الذهب يبدو أنه يتأثر بهذه التغيرات التي رأيناها على مستوى أيضا أسواق العملات عودة القوة التدريجية للدولار ولكن النفط إذن يستعيد بعض مكاسبه ننتقل إليك سيد علي قبل الفاصل كنت سألتك أيضا عن تأثير الطبقة المتوسطة لأن شريحتها قوية بالملايين مئات الملايين من الصينيين تنتمي إلى هذه الطبقة وهي تزداد وهناك تعويل كبير عليها من قبل الصادرات الأوروبية لذلك الترابط كان قوي لذلك عندما انخفض أيضا سعر اليوان أو مساويات اليوان لاحظنا تأثير الصادرات الأوروبية للسلع الفاخرة للسيارات حاليا التأثير كيف يمكن أن نقرأه هل أوروبا ستبقى أيضا تحت ضغط هذا العامل ربما مستوى المستهلك الاستهلاك العالي الصيني أتوقع نعم هذا سوف يستمر مستقبلا بعد من تنجلي هذه الغبرة الموجودة في الأسواق ما زال أنا في رأيي شريحة متوسطي الدخل وعالية الدخل في الصين سوف تحقق فرص كبيرة للعالم ربما لم نراها حتى في خضام بروز الولايات المتحدة كقوة اقتصادية كبرى بعد الحرب العالمية الثانية فما زالت واعدة وما زالت هناك فرص حتى ولو وجدنا بعض التصحيحات والتعثرات في الطريق نعم وطبعا الصينيين هم يستفيدون من ضعف النفط على عكس كثير من الاقتصادات الأخرى كيف برأيك تعاملت سوق السلع مع المتغيرات الأخيرة هل كان الدولار محدد بشكل كبير الذهب كيف تصرف البعض قال أنه يعود لملاز أمن البعض قال لا لا يستطيع أن يستفيد الذهب وضعه واضح أنه مربك شوي وكما هذا حاله من منتصف 2013 ليس خاصة 2014 و2015 بداية من العام هذا إلى الآن لم نرى هذه التذبذبات الكبيرة بالذهب نطاقات ضيقة نرى التداول فيها يبني مركز الآن ما بين الألف ومئتين وألف ومئة مثلا ولكن أتفق معك ليس كملاذ آمن ربما على الفترة المتوسطة الطويلة نعم يرجع الذهب مرة ثانية ولكن بالنسبة لأسواق السلع نعم هذه هي المخافة هذه كانت تباطؤ في الصين تباطؤ في اليابان دول تستهلك مواد خام وأهمها النفط بشكل كبير في ذلك رأينا هذا العوامل النفسية السيئة السلبية التي هيمنت على خاصة سوق السلع ومثل سوق الأسهم والعملات العملات الأسواق المحلية إذا كانت من ماليزيا اندونيسيا جنوب أفريقيا وحتى روسيا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام وأهمها النفط ربما بشكل كانت تأثيرها أقل على الهند مثلا التي أصلا لا تصدر مواد الخام بالعكس ربما تستفاد قطاعها الصناعي من انخفار مصاريف النفط وسط هذه الضبابية سيد علي ما هي القطاعات عالميا نتحدث القطاعات ربما التي تكون أكثر استفادة من الممكن أن يرى مستثمرون ربما طويل الأجل ومحنكين يعودون للملمة أوضاعهم ويغيروا مراكزهم للاتجاه إليها ما هي هذه القطاعات يعني قطاعات حتى نقول بقطاعات الطاقة أتوقع أنه سوف تعود رغم كل هذه التراجعات نعم توقع أنه على المدى المتوسط البعيد أكيد سوف ترجع مرة ثانية لتحقق عوائد القطاعات الصحية القطاعات البتروكميوية وأيضا قطاعات التكنولوجيا من المتوقع أن تحقق عوائد جيدة على المدى المتوسط الطويل كيف تقرأ هذا الضغط على سهم أبل يعني برأيك هل التأثير الصيني هو الذي سرع في تآكل الأسوقية لهذا السهم أغلب المستثمرين نظروا إلى ما يحدث فيها الصين فقالك خلاص حيبطوا الصينيين يشتروا أبل فلذلك رأينا هذا الانخفاض الكبير أمس في سعر سهم أبل فهذه في رأيي نظرة قصيرة الأمد وغير متماعنة بالتأكيد أنا في رأيي ما زالت الصين سوق وعدة جيدة لعالم التكنولوجيا وخاصة إلى أبل هناك طبقة في الصين سوف تهرول لشراء أبل حالي ومستقبلا حتى أصم التكنولوجيا إلى حد ما قد يكون لها مستقبل وهي فرصة الأسواق حاليا يتخلق فرص جدا ذهبية هي أفضل للذهب لذلك الذهب لا يستفيد من هذه الفرص لأن الفرص في السوق ذهبية أكثر بالضبط على القلب قوي يدخل السوق الآن أنا في رأيي لأن هذه بعد شهر من الآن أتوقع أن نتكلم عن هذه الارتفاعات الجيدة التي نراها في الأسواق نعم مالية وننتقل إلى فاصل قصير نكمل بعد هذا المشهد المتزبزب اليوم لا تعم هناك صورة حمراء على الأسواق بالعكس لدينا الكثير من الأخضراء لنرى كيف سينتهي هذا الأخضراء لجلسة اليوم بعد الفاصل